اشتركوا في القناة 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 يعني ايه تركب حتة حديدة بمليون وستمائة الف دولار يقول لك انا معايا فلوس يا اخي انت هتعرفني اه معلش صح انت معك فلوس بس ربنا قال في القرآن الانسان ما يطغاتش ولا تطغوا ما بصرش نحن يعني الوساطية الاسلام دي مهمة في كل حاجة وانت ماشي وانت بتتكلم وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتصرف سبحان الله اما تروح السوق وتجيب كل اللي انت عايزه تحطه في العربية بتاعتك وتدفع كل الفلوس بتاعتك وانت مش حاسس فيها دي نعمة كبيرة جدا جدا ولابد ان تشكر الله سبحانه وتعالى عليها لان فيه ناس حبتي في الله ناس ما عندهمش اي سورس او اي مصدر من المصادر الرزق زي الناس اللي عندها في النعمة وزي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اعتهم من النعم الكثير بتشوف سبحان الله انتبه خلي بالك انت صحتك حلو جدا ماشي وبتتحك وبتاكل وبتشرب كل حاجة في غيرك مدروح المستشفى بتشوف اللي نعم على السرير وحتطله خرطيم في منخيره خرطيم في بقه وصل للتنفس بتاعه او فحر له حفرة هنا او حفرة هنا عشان يتنفس منها سبحانه وتعالى او اللي بياخد كماوي وفي المستشفى والكماوي مبهدله او حاجات كتيرة جدا 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 وانت ماشي فرحان بتضحك بيملء فيك هاد اسمها الف النعمة المطلوب مننا كمسلمين ان احنا نشكر الله سبحانه وتعالى ان تدخل بيتك وربنا انعم عليك بالستر ان الله حقيقي وانستير وحب الستر ربنا انعم عليك بالامان نايم مفيش حد بيهددك ربنا انعم عليك بالمودة بوجود ام او اب او زوجة حنينة او اطفال وعندك صحة وعندك انت في احسن حالة طيب المطلوب منك ايه المطلوب منك ان انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة ارغم حياتك على ان انت تحمد ربنا وتشكر ربنا سبحانه وتعالى بعد الناس بتسألهم اخبارك ايه يقول لك واكلة هوا فيش جديد يعني ايه فيش جديد ده انت في نعم يا راجل والله العظيم وانت عدوا نعمة الله لا تحصوه انت في نعم لا تحصو ولا تعد سبحان الله كم مننا من امن من من امن واصبح امن في سربه او في جماعته وكم مننا من هو كان امن واصبح خائف او كان صحيح واصبح مريض او كان عاطل واصبح يعمل او كان كان يعمل وعنده وظيفة وبقى عنده عطل مش قادر يشتغل مش قادر يجيب مصدر وكم من غني اصبح محتاج او فقير وكم من مبصر اصبح اعمى كل ده نعم ربنا سبحانه وتعالى اعطى لنا تخلي بالنا وكم من انسان تحرك يروح يجر ويعمل كده واصبح عاجز في لحظة من اللحظات ربنا لما وصف اهل قريش قال لإيلاف قريش إيلا فيهم إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف المطلوب ايا رب فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من شوع وامنهم من خوف من اصبح منكم امنا في سربه عند قوت يومه معافا في جسده فقد حيذت له الدنيا بحزافيرها احبتي في الله لابد ان احنا نشكر ربنا على النعم بتاعته ولا نألفش النعم ونكلها وناخدها كده بدون اي وعي احنا نشكر ربنا على الصحة نعمة الهوى نعمة الصحة نعمة العيال نعمة الزوجة نعمة الاب والام نعمة العلم حاجات كتير جدا نعمة الايمان والهداية والزهاب للمسجد كل دي نعم وانتعدوا نعمة الله اللي لا تحصوها ولانا لقاء ان شاء الله السلام عليكم